السلام البنات كديري لبس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هاد القناة اليوم مع فيديو جديد موضوع مهم بزف بلا شك ان بزف ديال السيدات كيتأخر عندهم الحمل وما كيعرفوش اشنه هو السبب كي يجريوا جميع التحاليل وجميع الفحوصات كيتطبقوا عدة وصفات وبدون جدوى ومع ذلك كيتأخر عندهم الحمل لعدة سنوات فخصك تعرفي بان 40% من حالة تأخر الانجاب كتقدر تعود للزوج وكذلك 40% للزوجة وكين اسباب مشتركة بين الزوج والزوجة هي اللي كتأخر الانجاب فضروري خص الى الزوجة درت التحاليل والفحوصات الضرورية وخرجات التحاليل جيدة وسليمة ما فيها تشي مشكل خص ضروري الزوج هو قمته بتحاليل الضرورية باش يتأكد بجوج من السلامة ديالهم وبالتالي يخلوا الأمر في يدي الله وكذلك يتبعوا الوصفات الطبيعية وربي غادي جيب تسير بإذن الله فهذا الفيديو غادي نعرفوا شنه هو العقم عند الزوج كذلك شنه ممكن يكون الأعراض والأسباب وعوامل الخطر شنه كذلك ممكن يكون التشخيص والعلاج المناسب بقاي معايا وتابعي الفيديو تالأخير أكيد غيناء الإعجاب ديالك وكيف ما كان عرفوه قبل ما نبدو هاد الفيديو بطبيعة الحال حاولوا تشجعوني وتدعموني بواحد اللايك باش يوصل الفيديو لجميع السيدات المتأخرات في الإنجاب وتعم الفائدة كيف ما كان عرفوه بأن قرابة 15% من الأزواج كيعانيوا من مشاكل في الخصوبة واللي كتعاني عدم القدرة على الإنجاب على الرغم من ممارسة الجماع بدون استخدام الوسائل الوقائية للحمل لفترة كافية يعني من اللي كيتأخر الحمل أكتر من سنة هناك يكون هناك مشكل وخاصه يتعالج فضروري مليك يتأخر عندك الحمل أكتر من سنة توجهي للطبيب أنت والزوج ديالك باش تجري جميع الفحوصات الضرورية واللازمة في نصف الحالات كيكون السبب مشكلة في خصوبة الرجل ممكن ينجم العقم عند الدكور عن إنتاج كمية منخفضة جدا من الحيوانات المنوية أو لأن شكل الحيوانات المنوية غير طبيعي كيكون فيه تشوهات أو أنها غير قادرة على الحركة الكافية أو أن هناك مشكلة في نظام التوصيل لكيمنع الحيوانات المنوية المتحركة من الوصول إلى الهدف كما يمكن للأمراض المزمنة والإصابات وأسلوب الحياة غير المناسب أن تؤثر على خصوبة الرجال بالنسبة لأعراض العقم عند الدكور كيكون أول عرض وهو عدم القدرة على الحمل ولكن العقم كيشير إلى أعراض إضافية مثل العجز كذلك ألم أو تورم في الخسيتين تساقط شعر الوجه والجسم اللي كي يعكس على حدود الترابات هرمونية أو كروموزومية يعني كيقع هناك تشوهات وبالتالي كيتأخر عندك الحمل وكذلك كي يوقع هناك خلل في الهرمونات بالنسبة لأسباب وعوامل خطر العقم عند الدكور كيتتحقق الخصوبة كيتحتم على الذكر إنزاج حيوانات منوية طبيعية قادرة على الوصول إلى البويضة واختراقها وتخصيبها وكي تطلب إنتاج الحيوانات المنوية الطبيعية نمو طبيعي للأعضاء التناسلية الدكارية وجود خصية واحدة على الأقل تعمل بشكل صحيح وكمية كافية من الهرمونات التي تحفز إنتاج الخلايا المنوية الكافية لا سيما كيفما كان عرفوه هرمون توستوستيرون وهو هرمون دكاري هذا الهرمون مهم بزاف أي خلال فيه ممكن يؤديل تأخر الإنجاب كذلك خاصيكون ما لا يقل عن 20 مليون من الخلايا المنوية في المليمتر الواحد من السائل المنوي وكذلك خاصيكون السائل المنوي ذات جودة عالية خاصيكون كذلك الخلايا المنوية قادرة على الحركة حتى تستطيع الوصول إلى البويضة وكذلك ذات شكل مناسب باش تختارق البويضة وتخصبها كاين عدة أسباب كتحول دون القيام بالوظائف المذكورة اللي ذكرتها سابقا كاين عوامل طبية بحل دوالي الخسية وهي هذا المشكل هذا كي يصرف الدم من الخسية يعني خاصة الأوردة تصرف الدم من الخسية وضروري الحفاظ على درجة حرارة الخسية المنخفضة عن درجة حرارة بقية الجسم يعني خاصيكون الخسية درجة الحرارة ديالها أقل من درجة الحرارة ديال الجسم عامة كذلك عندما يحدث الإنسداد كترتفع حرارة الخسية فتقل قدرة الخلايا المنوية على الحركة ما خاش تكون حرارة عالية للخسية باش هكا ما تسببش في ضعف الحيوان المنوي وبالتالي ما يوقع هناك خلل ويوقع هناك تأخر في تخصيب البويضة كذلك التلوث ممكن يكون التلوث كي يأثر على القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية وعلى الطبيعة ديالها وبذلك تنتج ندب تسد القنوات وتعرق الانتقال الخلايا المنوية داخلها وهذا كيشمل الأمراض المنقولة مثل الزهري الكلاميديا والتهاب غدة البروستاطا وتلف في الخسية بسبب مرض ما كذلك التهاب المسالك البولية وأعضاء الحوض هذه المشاكل كلها كتسبب في تأخر الإنجاب وكتسبب في أسباب العقم عند الزوج كذلك ارتداد القدف يعني ملكة وصل الحيوانات المنوية إلى الإحليل كتعود إلى المتانة بدلا من الخروج يعني بشكل طبيعي هذه الحالة كيمكن تنتج عن مرض السكري والتصلب المتعدد وإصابات العمود الفقري والعديد من الأدوية المستخدمة لعلاج البروستاط وكذلك العمليات الجراحية وإصابات في المتانة والإحليل أجسام مضادة للحيوانات المنوية كتختلف الخلايا المنوية كثيرا عن غيرها من الخلايا في الجسم إلا كانت هناك مضادات للحيوانات المنوية يعني الجسم يعني بالمناعة دياله بالنظام المناعي دياله كيرفضك الحيوانات المنوية وبالتالي ما كتقدرش توصل للبويضة وبالتالي ما كتخصبهاش وكيوقع تأخر في الإنجاب ممكن كذلك الأورام تأدل هذا المشكل هذا اللي هو العقم كيمكن الأنواع مختلفة من السرطان أن تصيب الخسيتين أو أنابيب نقل الحيوانات المنوية مباشرة والتسبب بالطرابات هرمونية من شأنها منع إنتاج الخلايا المنوية عدم نزول الخسيتين أو دمور الخسيتين يعني لا يتم لدى بعض الرجال نزول خسية واحدة أو كيلتيهما إلى كيس الصفل في الوقت المناسب للنمو مما يؤدي إلى تطوير وظيفة غير طبيعية للخسية هناك كذلك إضطرابات هرمونية كيعتمد إنتاج خلايا الحيوانات المنوية على تحفيز عدة هرمونات أي خلل أو إضطراب هرموني كيقد يسبب مشاكل في العقم يعني كيسبب مشكل العقم الإضطرابات الكروموزومية كيمكن هذه الإضطرابات أن تؤدي إلى تنمية إلى تنمية فقيرة للأعضاء التناسلية الخارجية والداخلية فضلا عن اختلال وظيفي فيها بالإضافة إلى أن أي انسداد في عضو من الأعضاء اللي كتنقل الحيوى المنوي إلى الخسية وأمراض الجهاز الهضمي وعقاقير كذلك وأدوية ممكن تؤدي إلى انخفاض الخصوبة بالنسبة للعوامل البيئية تعرض للمبيدات الحشرية والإشعاع والمعادن السامة وحمامة البخار أو أحواد المياه الساخنة ركوب على الدراجة لفترات طويلة ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الخسية وهذا يقلل من كمية إنتاج الحيوانات المنوية فيقل بالتالي معدل الخصوبة عند الرجل هناك كذلك عوامل أخرى متعلقة بنمط الحياة كتشمل التدخين والشرب وتعاطي المخدرات ونقص الفيتامينات والمعادن وزيادة أو نقص الوزن هذه الأمور كلها كتكون هي الأسباب الرئيسية وراء تأخر الإنجاب وراء العقم عند الزوج بالنسبة للتشخيص العقم عند الدكور في كثير من الأحيان كتنجم صعوبة الحمل عن حدود الترابات عند كلا الزوجين لذا يتم بدء الأمر بالتوازي عند كلاهما يعني خاص ضرور الزوجة والزوج يجري بجوجهم تحاليل باش هكا يتأكد طبيب من السلامة ديالهم كيبدأ التشخيص الأولي عند الدكور بالاختبارات الأساسية اللي كتنطوي على معرفة التاريخ الطبي المفصل إجراء فحص طبي شامل وفحص مخبري للسائل المنوي للتحقق من عدم موجود مشكل وكذلك للتحقق من العدد والكمية والشكل ديال الحيوان المنوي والطبيعة دياله باش ما يكونش هناك مشكل في الإنجاب بعد الاعتماد على إجراء الفحوصات الأساسية البسيطة في تحديد الاشتباه السريري الأولي كيمكن تأكد من سحة التشخيص باستخدام فحص فائق الصوت للخسيتين والفحص الهرموني واختبار البول وفحوصات جينية وأخت خزعة من الخسية واختبار الأجسام المضادة وهذا الشيء كامل هذا الفحص هذا كي يظهر الجودة والشكل دياله الحيوانات المنوية والسائل المنوي باش الطبيب يتمكن من معرفة السبب والمشكل بالنسبة للعلاج كي يعتمد علاج العقم عند الرجل على عامل العقم الأولي وكي يكون علاج العقم موجه إلى التخلص من العامل المسبب لمشكلة العقم وكيفما ذكرنا الأسباب اللي كتتأدي لهذا المشكل ذكرتها في الفيديو فإلا كان إحدى المشاكل أو إحدى الأسباب الطبيب كيتبع المريض على حسب الحالة دياله وكذلك كيقدر يدير جراحة كتساعد في حالات كثيرة من الإنسداد واحتقان أوردة الخسية وكتكون الأدويات الفعالية في الحالات اللي كيكون فيها الطراب هرموني أو الطراب في أداء الوظائف الجنسية أو العوامل الملوتة المختلفة إذن كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى نكون وضحت لكم الأسباب وكذلك كيفاش كي شخص طبيب هاد المشكل وباش هكا جميع الأزواج يقوموا بتحاليل والفحوصات الضرورية وما يهملوش هاد المسألة باش ما يتأخرش عندهم الإنجاب لسنوات طويلة بدون جدوى ويكون المشكلة بسيط وممكن يتعالج بأدوية أو بجراحة كيقوم بها الطبيب للزوج المريض كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى لإعجاب ديالكم إذا عجبكم بطبيعة الحال ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة إلى اللقاء مع فيديو مقبل إن شاء الله بسلام عليكم